اتجاه من جيزوالدو فريرا لاستبعاد سامسون اكنولا قدام امبي لعدم الاقتنع بيه والدفع كمان بمحمد صبحي في راس المرمى بدلا من محمد عواد اللي هيكون عالدك الفترة الجاية دي وزير الرياضة بيرفض استقالة رئيس نادي الزمالك وبيوعدوا بحد الازمة قريبا الاهلي بيحتفل بالفوز رقمية في الدربي على نادي الزمالك على صفحته الرسمية بعد الفوز على الزمالك في كاس السوبر المصري اثنين لا شيء اعلن الاستاذ عدل قيعي عن مفاجأة ستوسعد كل جماهير النادي الاهلي ومتوقع ان تكون المفاجأة دي تاد النادي الاهلي وفرع التجمع الاتحاد بيخطف الصدارة من المحلة وفي انتظار مباراة الاهلي والزمالك الاهلي بيلتقي الداخلية يوم الاربع الساعة خمسة مساء والزمالك بيوجه امبي في نفس اليوم الساعة سبعة مساء بيغيب عن الاهلي في المباراة كل من محمد عبد المنعم وإليو جنج وعلي معلول للاصابة وطاهر محمد طاهر للاقاف ويغيب عن الزمالك كل من فتوح والوينش ودنجة للاصابة امام عشور في زيارة لمحمد عبد المنعم لاعب النادي الاهلي بعد اتمام عملية جراحة الانف الاصابة اللي كانت متعرض لها الفترة اللي فاتت واستحمل عشي خطر الكأس السوبر وبعد كأس السوبر طبعا اجرى العملية والحمد لله تمت بنجاح واللاعب بيغيب بالشهر ده عن الملاعب اقتراب عودة عمار حمدي من الاصابة وبيفصله اسبوعين عن الملعب والتدريبات الجماعية ياسر ابراهيم بديل لعبد المنعم في المباراة الداخلية واقتراب عودة رامي ربيعة لقايمة النادي الاهلي كويلر بيطلب سرعة حل قزم الكهرباء لعودته سريعا للملاعب مرة اخرى الاهلي يفتح ملف انتقاط الشتاء في فترة التوقف اقتراب اعلان التيشرت الثالث لندل اهلي في شهر نوفمبر وفي الاخبار العالمية ارسنة بتصدر البرمير ليج بعد الفوز 5-0 على نوتين فورست وبيفري عن مان سيتي بنقطتين فقط والجدوى اللي يشتعل ليفربول مزال في المركز التاسع بعد اخسارته من لتزي ونايتد 2-1 وبيسعى لتصحيح المسار قدام توزينام متى نوفمبر ليفربول بيواجه اليوم نابولي في العشرة مساء في دورة ابطال اوروبا شامبيونز ليج في اخر جولات دور المجموعات والبايرن بيواجه انتر ميلان في نفس التوقيت لو عجبتكم الفقرة لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلوكم كل جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته